لا حال الله مهده ودف وعده ونصر عبده وعز جهده وعدم الاحزاب وعدم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحرك وجوك من المسلمين كمعين اللهم جال جتماعنا هذا جتماعا مرهومة وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محمد عيد مبارك صباح الخير وعيد مبارك كل سنة وأنتم تعبين ونحن كمان وعلى كل المصريين نحن 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 من الشيخة دومينيك مع هجاب صار يكون في الحتة الفوسكوز يبدو مثل زامبيا ليس زانزباري من قلب العاصمة ستون تون صباح جميل كده وألوان وأطفال وحاجات كده يعني حماسية 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 ما هي الأفضل الأفضل في صلاة عيد؟ لأن الناس ستأتي بعد ونحبك 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 مبارك وأننا مستطيع أن نتبع في المنزل دومينيك أصلا كتحضل الإزازة حضناها كده حض يعني بعد رمضان يلو وقت لأك عيد مبارك 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 أول ما قالنا العيدة نخلع بس نحن زالنين لأنه رمضان خلص خلص بس إحنا فرحانين برضو أن العيد جاء هذا عيد جاء أنا مبارك أنا مبارك يعني في زنزبار ونحن نرى العيد كيف خلصا بقى أن العيد جاء يوماتش منتخب مصري مع أرغوية بقى نشتري كحك العيد الزنزبارين ما عندهمش ثقافة الكحك العيد بس إحنا يعني إيه طرح ما عيد لزم كحك لأنش حاجة كبيرة ناكلها بقينا بمحل ده فتح كده يعني على بركة الله يعني وصلنا بيتل الكوش السيرف اللي إحنا عندين عنده زي ما انتم شايفين كده بس لما وصلنا لقينا حاجة يعني إيه حاجة يعني هيد دي حلوة إن انت تقعد مع كوش السيرف يعني إيه من أهل البلد يعني ماشي حلوة بس أنا في الحقيقة يعني وحشني الترمس بقى والحب نص وجو القيد في مصر وحشني جدا 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 نحن دلوقتي نشجع مصر بيع المطش حوالي نص ساعة أو أقل رب نقدر نعملها ونلحق المطش من أوله نعرف إن ده تقصير في واجباتي الوطنية نشوفكو هناك دي أحد أشر بس يعني إيه بس صفر صفر أبرا معانا بقى لغوة لا اوه 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 بت أمك يا عبدالله علي سنين امك منني Tour لا لا لا.. الله يلا الله يلا اخربت امك سوبر بان دا ولاه الحمدلله ااخدة يا رب يا ربي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بصوا المكان ده انا مش عايز اجيه تاني بص احلى حاجة فيه برغم الخسارة عندهم في واحد اه ده اللي قلتو لدوميني قلت لها بصي احنا برغم ان لو احنا خسرنا يعني لقدر الله لقدر الله نطلع نمشي على البحر شوية عشان ننسى حصلنا بشرف الحمد لله ده اللي قدمنا لنا ارضا حلوة اللي قدمنا لنا ارضا جميلة اللي عند الزباريين بقى بيجوا في المنطقة دي اتا اشهر منطقة عندهم في المدينة ستونتراويد يعني بيتجمعه وكده بيختلفوش كتير عنه الموضوع عبارة عن العيال بيتلعب والناس بيتأكل مية البلاستيك اللي في المعلات ديت كافة ان هي تدمر الكوكب بين التلوث كما في وقت الاعياد بتقفل الشوارع ما هو زم الشوارع الرئيسية اللي بتؤدي للمدينة الرئيسية برضو في البلد اللي الناس بتتجمع فيها زلدة شوفتوها دي موسيقى موسيقى جمعات الأرقى الخلال وطار الكار عمال لنزبار دولة بتعتبر الجزيرة بتعتبر دولة بتأسطرع جدا بالعالم العربي والاسلامي فهتلاقي بقى عندهم العيد عملي ازاي الصبح والناس بتطلق تخرج تروح لأهلها وتسلم عليهم وبتاع بعد الصلاة تلاقي الدنيا ماشية كده وبالليل وبعد العصر يعني كده تلاقي بقى الناس تطلع بره وتهج بقى من البيوت بتلاقي بقى الشارع محبوكة شكرا 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 عصيرة أصب على وده يعني من أحلى الحاجات اللي ممكن تلاقيها في شوارع زنزبار وتنزانيا كلها المكان اللي في الشوارع ده موسيقى موسيقى هدواء اللي موجودين في فروزاني منطقة موجودة على البحر النسبة تتجمع فيها اغلبها بقى بيبقى ايه موجود فيها شباب اكتر من الاطفال والكلام نبقى بقى الناس جاية هنا يعني تركيزها الكامل كله على الاكل يعني ريحة الاكل بتفوح بكل مجان وكل اللي موجود هنا بقى سيفود واضرب يا معلم موسيقى